الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بالهلاك واللعنة على أربعة أقوام من أقوام العرب ما القصة؟ ما الذي حصل حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن ودعا على أربعة أقوام بالهلاك واللعنة في صلاته ثلاثين يوما قال أنس بن مال أن قبيلة رعل وذكوان وعصية وبني لحيان طلبوا المعون من النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يسلدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين رجلا من رجاله فانتقى النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا من الحفاظ يعني حفاظ القرآن والذين يقرؤون القرآن ويرددونه فذهبوا إلى هذه القبائل لكن هذه القبائل كانت قد بيتت أمرها وهو أن تقتل هؤلاء القراء وتغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يصلون القراء إليهم فوصل القراء إليهم فقتلوهم عن بكرة أبيهم عند بئر معونة فحزن أهلهم يعني أهل القراء وأقاربهم حزنوا عليهم فنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون وقيل أن أهلهم وأقاربهم كانوا يقولون نحن في سعادة من أمرنا ونحن مسرورون لكن القراء تحت القبور فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل هم في الجنة أحياء في حواصل طير خضر يسرحون من الجنة حيث ما يشاءون فمن قتل في سبيل الله هو حي وهو في الجنة يسرح فيها حيث ما يشاء